سؤال جاء حول الاقتطاع الاقتطاع هذا مقتضى قانوني موجود في القوانين موجود في قانون وموجود في مرسوم وايضا هناك منشور للسيد رئيس الحكومة على اعتقيد سنة 2012 الحكومة لا يمكن ان تخالف القانون الحكومة لا يمكن ان تخالف القانون حكومة مجبرة على تطبيق القوانين لذلك سوف تطبق هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الاجور بالنسبة للأساتذة المضربين مخصصات الدولة الاجتماعية مخصصات الدولة الاجتماعية تقريبا قانون المالية كله في ميزانيته في غير الدولة الاجتماعية انا اعطيت جوجل امثلة جوجل ميزانيات مياه وسبعاد المليار صحة وتعليم مياه وسبعاد المليار النتيج الداخلي الخام تقريبا هذه تقريبا 1-10% من حجم النتيج الداخلي الخام كل بلادنا السكن مقبيلين عليها هذه السنة حوالي 10 مليار ديال الدرهم لا متضامن 10 مليار ديال الدرهم تعويضات العائلية المباشرة 25 مليار ديال الدرهم وغادي توصل في 2026 إلى 29 مليار ديال الدرهم القطاعات المنتجة التي تنتج الشغل تنتج كذا حديث ولا حرج صندوق المقاصة 16 مليار ديال الدرهم هذه دولة أو هذه ميزانية لا يمكن إلا أن نسميها بقوة الواقع بأنها ميزانية اجتماعية لأن أمني تأخذ هذه الأرقام كلها وتجمعها تتلقى تقريبا 41% من نتيج الداخلي الخام ديال البلاد كلها يذهب لترسيخ الدولة الاجتماعية لماذا؟ شو قلتوا الأسبوع الماضي وغادي نقول هذا مصار استراتيجي رسمته بلادنا بقيادة جلالة الملك عشرين عام اللي فات منذ اعتلاء جلالة الملك العرش وهو يشتغل برؤية استراتيجية واضحة انصفوا المصالحة قدوا الخواطر اللي خواطروا نمشيوا نبنيوا البنية التحتية ديال البلاد نعزوها نقويها مش المغربية اللي قولوا العيش الكريم نخدموا على قطاعات استراتيجية خدموا على مخطط المغرب الأخضر حقق أهداف على اليوتيس على الطاقات المتجديدة على السياحة منظر السياحة على التسريع الصناعي واللي عندك اقتصاد يمكن أن يتحمل الفاتورة الاجتماعية خدمنا بواحد المجموعة ديال البراميج اللي كانت متفرقة شوية ديال تيسير شوية ديال تتكفو العائلية شوية وصل الوقت فين هذه البراميج يجب أن تجمع جمعات عندك واحد النقص خصي تقلب فين تجيبه جامل الميزانية ديال الدولة عبر اياش عبر اقرار ضرائب جديدة ضرائب جديدة الزيادة في الضرائب المرتبطة استهلك السكر استهلك الخمر استهلك يعني التبغ هذه كلها في العالم في جميع الميزانيات ديال العالم ستلقبها أن التوجه يتجه نحو الرفع من هذه من هذا الرسوم اللي مفروضة على هذه المواد لأن هذه المواد هي اللي تعطيك في الأخير مجموعة ديالناس اللي محتاجين للرعاية الطبية بل كي تموي للدولة الاجتماعية لا بد أن تقر هذه الإصلاحات الضريبية لكن ما عملتش الدولة واحدة السياسة ضريبية في قانون المالية عشوائية أولا تنسجيم مع القانون الإطار ديال 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 تنسجيم مع المخرجات ديال التوصيات أو التوصيات ديال مناظر الوطنية الدريبة العملفات كالإصلاح ديال لياس هاد العام احنا في فلتيفية وهد شي كله في إطار وحد التصور الشمولي اللي نحافظ فيه على التوازنات المالية وعلى الالتزامات ديال بلدنا دولين فهذه حكومة جاءت لكي تكرس الدولة الاجتماعية بشكل واضح وجلي حتى الإصلاح ديالصندوق المقصة لن يبدأ إلا في أبريل عبر واحد التدرج خليوها تشهر ديجمبر ويناير وفبراير ومارس أنه تدخل تعويذة العائلية قدروا الناس أنهم يواجهوا بها تكاليف الحياة ثم بعد ذلك ستكون واحد التوجه تدريجي بشكل طفيف شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة